كابتن وقال الأباني نجب نادي الزمالك السابق كابتن وقال الأسبوع اللي فات يعني كان حديث السعب فيما يخص الزمالك هو طلب الزمالك الرسمي لنقل مبارياته من ملعبه التاريخي للإستاذ القهارة الحقيقة رئيس النادي الأستاذ المستشار البرتودة منصور خرج وقال إن ملعب نحس فيه اللعيبة اللعيبة بتقول إن بيواجهها سوق حظه بيواجهها يعني عدم توفيق بشكل كبير على الملعب وبعد كده يعني كان فيه محاولة لتدارك تصريحات رئيس النادي من يعني طبعا من خلال أمير المرتضى منصور المشرف العام على الكرة وبعض النجوم الفريق القدامى إن المشكلة مش موضوع سحر وشعوزة وأعمال زي ما ردد رئيس النادي ولكن إن الملعب حالته سيئة وإن الملعب بيزحلق اللعيبة والملعب يعني غير مناسب لطريقة لعب فريرة رأيك في الكلامنا مستغرب بصراحة يعني فيه عاجة اسمها تفاول وتشاوم ماشي لكن إنت النهاردة بتتكلم على ملعب أستاذ القهارة أصلا إحنا وإحنا بنلعب وكنا بنحب أستاذ القهارة ده جدا خد بالك وكاتل أصلا إحنا لسا أقول لك كاتل أرضية مش زي دلوقتي فأنت النهاردة لا بالعكس ده أنت كانت زي مالك بتلعب على أستاذ القهارة لأن مساحته كبيرة فأنت النهاردة لما بيجي أي فرقة بتلعبك بتلعب بإيه فأنت عايز إيه مساحات واسعة فكان أستاذ القهارة بيساعدنا على كده غير إما تروح تلعب في ملعب مثلا زي بيترس بورت ساحاته صغيرة جدا فاللعيبة بتتخنق لأن ما فيش مساحات فأنت النهاردة إزاي يعني مش عارف يعني الشكوى من أستاذ القهارة دي مش عارف التفاول وتشاؤم دي حاجة بتاعة ناد الزمالك أو دارة ناد الزمالك أو اللعيبة هو حاجة ما أخد بالك برضه أقول لك على حاجة أنت النهاردة في الماتشين اللي فيتوا لقيت أداء بتاع اللي خسرهم فيش أداء صح؟ طب النهاردة لقيت أداء لا لا فيش ما الملعب بتغير يعني أنت معتمد يعني أنت بتعتمد على سوق توفيق سوري بتعتمد على الحظ ما أنت النهاردة كسبت حظ وأنا زعلان أنا أقول كده خد بالك أنا كرجل زمالكية وزعلان أنا أقول كده لكن ده الواقع خلينا نعترف بالواقع عشان نعرف نصح أخطأنا أنت النهاردة كسبت حظ هل أنت عشان غيرت العتبة فكسبت طب فين الأداء فين اللعيبة طب ما أنت لعبت على ملعب تاني فين لا مش مبارد مش مكتنع بصراحة وأنا بصراحة قلت أن أقل أنا بصراحة زعلت أن أنا لقيت أن في بعض من نجوم الزمالك الخضامة مش زعلان من نهم زعلان أن يبقى فيه التبريرات بالسزاجة دي يعني أنت النهاردة بتقول لجمهور الزمالك بتقوله أن مشكلة الزمالك في الاستاد أن الملعب بيزحلق وأن اللعيبة مش عارفة تلعب في الملعب بيزحلق ملعب أستاد القاهرة بس المشكلة أن أنا زورت ملعب أستاد القاهرة من 45 أسابيع وشفت أرضية الملعب أرضية الملعب وهي بهزيج جودة طبعا لأنه ما بتلعبش عليه لا أولا شركة المسكة المسكة كويز وتلعبش عليه متشاك كتير ومالعب مريح المفروض أن حلم أي العيب أن هو يلعب على الملعب ده وإنت عارف في جيل كل تاريخي العظيم أن أي فرقة كبتية تلعب الزمالك في الاستاد القاهرة بينزل 50 في الماء مغلوب طبعا يعني بينزل 50 في الماء وقد سعلان أن فيه نجوم قدامة وكتير يعني بيحاولوا يبرروا أن ليه الزمالك مش عايز يلعب على السادة القاهرة وأنا معك في إيه مثلا أنت ممكن الملعب بالنسبة لك حظك ويش عليه مثلا مثلا ملعب المنصورة في المنصورة فأنت وإنت رايح المنصورة في المنصورة ده أنت عارف أن الملعب ده ده يعني مثلا إيه دم متقيل الملعب ده بنكسبش عليه إنما ملعبي ملعب إزاي صعب إن أنا أقول كده ما أخد بالك دي مشكلتنا من قديم الأزل إن إحنا عندنا مشكلة إن إحنا عايزين نعمل إيه نطلع حاجة لكن ما نصحها عاش يخطأنا خد بالك دي مشكلة كبيرة جدا إنت لو معرفتش الخطأ فين هتفضل كده تخيل إن إنت بتصدر للعيبة إن الملعب نحس رغم إنه أداء سيء يعني الأداء بتاع اللعيبة غير جاية فأنت بتديله المبرر هل ده ينفع هل إنت بتحب ناتز مالك أكتر مني لأ أنا بحب ناتز مالك أكتر منك عارف ليه لأن أنا بقول لأخطاء عشان أنا عايزك تصلحها مش معنى إن أنا هنا بقول إن الأداء والأخطاء والكلام ده الناس تزعل مني إزاي تكلم عن ناتز مالك كده لأ أنا بكلمك يا أستاذ عشان تصحح أخطاءك لأن أنا مش قابل الوضع ده أنا حزين وأنا بتفرج على ناتز مالك لكن إنت حضرت مش حزين لما تطلع مبرر يبقى إنت مش حزين إنت بتحبش ناتز مالك إنت تحب ناتز مالك لما يكون فيه أخطاء عايزة تصحح فأنت بتقولها بخبراتك بقى بالسنين اللي إنت لعبتها بالبطولات اللي إنت خدتها في ناتز زمالك فأنت لازم تقول للناس ستوب هنا فيه مشاكل ستوب